اشتركوا في القناة اضاف معاليه بان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تسير بثبات نحو بلوغ مزيد من التنمية في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العقاري تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالتها الرامية لتعزيز حركة التنمية وتوسيع نطاقاتها واضاف معاليه بان جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري يعملان على بلورة وتنفيذ خطط وبرامج الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تولي القطاع العقاري همية كبيرة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى مرفع البحرين المالي حيث طلع على المشاريع التطويرية التي تنفذها مجموعة GFH منها هاربر هايتس وهاربر رو وممشى البحرين هاربر الذي تم افتتاحه في منطقة المرفع المالي مؤخرا ويبلغ طوله أكثر من كيلوين ونصف الكيلومتر ويحتوي على مشاريع متنوعة وأثنى معاليه على ما شاهده من تطور وتقدم في مراحل إنجاز العمل في المشروع وما يحتويه من خدمات متعددة وشاد معاليه بالجهود الطيبة التي تقوم بها المجموعة في مجال التطوير العقاري والاستثماري ومشاريع البنية التحتية من جانبه رحب سيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH بزيارة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله مشيدا بالجهود الطيبة التي يبدلها في جهاز المساحة والتسجيل العقاري التي أسهمت في إرساء نموذج متقدم يحتذا به في مجال التنظيم العقار والاستثمار في مملكة البحرين مؤكدا على أن المبادرات المتميزة التي تطرحها مؤسسة التنظيم العقاري أسهمت في الارتقاء بهذا القطاع إلى أفاق أرحب تعزيزا لمسيرة البناء الذي تشهده المملكة من طفرة حضارية وعمرانية وتنموية مستدامة بقيادة جلالة الملك المفدى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة